إلى احتفالات العيد شارك أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور أحسام بن سعود أهالي المنطقة في حفل بهيج بمناسبة عيد الفطر المبارك وانطلاق فعاليات الصيف لهذا العام في ليلة من ليالي الصيف الجميلة وفي أولى ليالي عيد الفطر المبارك شهدت غابة رغدان بمنطقة الباحة احتفال أهالي المنطقة بالعيد إضافة إلى الاحتفال بانطلاق فعاليات صيف هذا العام وذلك بحضول سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز الحفل في الباحة مختلف عن جميع المناطق لأنه يجمع ما بين فرحة الأهالي بالسياحة واحتفالات السياحة والعيد وشرفنا طبعا صاحب السمو الملكية الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وكان الحفل في غاية الجمال وفي غاية الإبداع نحمد الله نسأل الله أن يديم علينا هذه الأفراح الدائمة وأن يحفظ وطننا إن شاء الله حيث شاهد الاحتفال حضور عدد كبير من أهالي المنطقة وكان للعائلات والأطفال نصيب من الاستمتاع بأجواء هذا الكرنفال المميز الذي تخلى له عدد من الفقرات الخطابية والقصائل الشعرية وأبريتهم بهذه المناسبة سلمان بن عبد العزيز عاصر ملوك الوطن بالحب بانيها طور دار الدار في وقت وجيد سبا ملوك السعودية كما أضاءت الألعاب النارية سماء غابة رغدان صيف الباحة هذا العام من أجمل الاحتفالات التي جاءتها خلال السنوات الماضية حضور جماهيري رائع وبهذه المناسبة السعيدة بس بقول يا خادم البيتين يا حامي ديارة الحارمين كل عام وانت تزيد شعب المملكة عز وفخر أقطع كفوفة الظالمين ودق خشم المعتدين الموت للإرهاب ما يحتاج له وجهة نظر ويحمل مهرجان الباحة في نسخته لهذا العام العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي يجد معها الزائر والمصطف الكثير من المتعة والاستمتاع بأجواء الباحة سعيد المزهر الإخبارية الباحة